طبعا معروف حبنا كمصريين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة آل البيت واللي حولناها الجزء أصيل من تراثنا الثقافي والشعبي على مدى تاريخ طويل عشان كده بيلاقي دايما في حالة وصال دائمة لا تنقطع ما بين المصريين وآل بيت النبي ومساجد آل البيت حالة الوصال دي خلت طبعا المصريين دايما بيتباهوا بوجود معامات آل البيت في مصر كثير بنسمع أغاني المديح في حب آل البيت بأصوات عملقة آل الإنشاد وكثير من المصريين على اختلاف الطبقات والثقافات بيحبوا أن هم يزوروا مقامات ومساجد أهل البيت وكأنها حالة لتوصيق يومية لحب شعب مصر النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار يمكن أنت شرز لي من فترة روحت السيدة زينب أعتقد طبعا في رمضان ومش عايز أقولك بقى على الأجواء الجميلة سواء كانت برة في حي السيدة زينب أو حتى داخل المسجد حالة جميلة جدا يعني الأجواء الشعبية بتاعة الحي والمنطقة هناك أجواء جميلة جدا والبيعين وإقبال الناس كمان في المنطقة دي مش عايز أقولك كان عامل إزاي خصوصا طبعا في شهر رمضان نحن صلينا هناك التراويح كنت أنا وزملنا محمد عبدو وخدنا جولة كده بقى في السيدة وصلينا هناك التراويح وقد إيه الناس كانت متعطشة لإعادة افتتاح المقام من جديد وكانوا فرحانين جدا بالتطوير اللي حصل في المسجد وحضور الناس بقى يعني طول ما إحنا قاديين في المسجد جوة بسانت الناس عاملت وزع علينا بقى حلويات وشوكولاتة وطمر وعصير ومية والناس مبسوطة والناس وشها بشوش والناس فرحانة أن هي موجودة في المسجد يعني كانت أكيد تجربة حلوة جدا أنت ممكن شاركتنا بيها على السوشيال ميديا وأنا سحسن غيرت منك فأكيد هزور المسجد طبعا قريب طبعا أول من جاء لمصر هم من آل البيت هي السيدة زينب رضي الله عنها صحيح طبعا واستقبلها ما فيه شكل مصريين استقبال حافل استقبال زي ما بنقول كده استقبال الملوك وهي كمان دعت لأهل مصر بالبركة وقالت يا أهل مصر نصرتمونا نصركم الله وأويتمونا أواكم الله وأعنتمونا أعناكم الله جعل الله لكم من كل ضيق مخرجة ومن كل هم من فرجة طبعا قال البيت جاءوا إلى مصر بعد نصيحة سيدنا من العباس لما قال ليهم اذهبوا إلى مصر لأنهم يحبون الله ورسوله وقال البيت طبعا وبالفعل وجد قال البيت من المصريين كل التأذير وكل الحب اللي تحولت بعد كده لحالة من العشق وعهد لا ينقطع من قلوب المصريين عشان كده حالة الحب دي تحولت إلى فرحة كبيرة بالجهود اللي بتقوم بيها الدولة في تطوير مساجد قال البيت والتي تحولت للوحة من الجمال بتتناسب مع عشق المصريين وهواهم لقال البيت عايزة أقولك الترويج للسياحة الدينية دي حاجة مهمة جدا في مصر نحن عندنا أماكن عديدة جدا بتخص السياحة الدينية وطبعا ده رافض من روافض الدخل القومي لما نهتم بالسياحة الدينية وتطوير المساجد والكنائس كمان لا يقتصر فقط على المساجد لكن كمان الأماكن المحيطة بيها فده من الحاجات الإيجابية جدا